موسيقى عشرات الشهداء والمصابين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تابعة للأدروة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة موسيقى إسبانيا تعلن عزمها الانضمام لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجمعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولي ضد إسرائيل من هولندا انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي لاختيار 720 عضوا في البرلمان الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينيتش نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً لكم موسيقى زار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مفتي كازاخستان الشيخ نوريس باي أوتينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان وأعرب المستشار عبدالرازق خلال اللقاء عن سعدته بهذه الزيارة التي تأتي على همش زيارة الكازاخستان في إطار حرص مصر على تطوير علاقتها الثنائية مع كازاخستان في كافة المجالات واستناداً إلى علاقات صداقة تاريخية الوطيدة بينهما من جنبه رحب المفتي العام بجمهورية كازاخستان بزيارة رئيس مجلس الشيوخ معرباً عن الشكر والامتنان لما تقدمه مصر ومؤسستها الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطية المستنير ودعم الجانب الكازاخي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الرعاية الصحية يمثل أحد أهم الأولويات بالنسبة للدولة لما له من أهمية كبيرة خلال لقائه وزير الصحة الإيطالي أعراب مدبولي عن تطلعه إلى أن تكون زيارة الوفد الإيطالي فرصة كبيرة لتعزيز التعاون ما بين مصر وإيطاليا في مجالات الرعاية الصحية وتصنيع وتوطين الدواء والمستلزمات الطبية والتقنية ووجه الرئيس الوزراء الدعوة للوفد الإيطالي للمشاركة في مؤتمر لاستثمار المصري الأوروبي المشترك والذي سيعقد في نهاية الشهر الجاري من جانبي أكد وزير الصحة الإيطالي على قوة العلاقة الثنائية القائمة على الثقة ما بين مصر وإيطاليا وأكد على إمكان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة المستشفيات وتأمين الإمدادات الطبية وزيادة معدلات التصدير إلى كل من أسواق إفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أهمية تعزيز العلاقات مع دول الأفريقية في مختلف المجالات وذلك خلال اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية تنفيذاً لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تعزيز تعاون المشترك وتوطيد العلاقات كما أكد مدبولي على أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بينها وبين مصر ذلك من خلال استمرار تواصل والتنصيق في إطار اللجنة وتم خلال الاجتماع استعراض أهمية التعاون في مجالات متنوعة مثل الزراعة والري والطيران المدني والمالية حيث تم تقديم مقترحات لتعزيز التعاون في هذه المجالات بما يخدم مصالح البلدين إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن إلى تطورات الأوضاع ميدانياً في غزة حيث استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تابعة للأنروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وقالت السلطات الصحية بغزة أنها تتوقع ارتفاع عدد شهداء مجزارة الاحتلال الجديدة بالنصيرات بسبب العدد الكبير من الأصابات الخطيرة والحريقة أكدت مديرة الاتصال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الهجوم الإسرائيلي على مدرسة النصيرات في قطاع غزة خلف شهداء تتراوح من 35 إلى 45 شهيداً مؤكدة أن الأعداد لا يمكن تأكيدها في تلك المرحلة من جانبه زعم متحدث باسم جيش الإسرائيلي بيتر ليرنر أن تقديرات الجيش تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 30 من الفصائل الفلسطينية في المدرسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا والتي تعرضت لضربة جوية في الساعات الأولى من الصباح وأضاف بيتر ليرنر أنه لا علم له بسقوط مدنيين جراء الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي المجازر لم تتوقف يوماً تلو الآخر ففي الشمال والوسط والجنوب لم يسلم مكان في قطاع غزة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي هنا في مخيم النصيرات وسط القطاع وتحديداً في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا التي تؤوي نازحين ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة حيث استهدف سلاسة فصول داخل المدرسة مما أدى الاستشهاد وإصابة العشرات وفي تبرير للاحتلال قال إن تنفيذ تلك الضربة المميتة على المدرسة لأنها تؤوي مجمعاً لحركة حماس على حد زعمه وقبيل تلك الضربة استقبل المستشفى ما لا يقل عن سبعين شهيداً وأكثر من سلاسمائة جريحة معظمهم من النساء والأطفال وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية وسط غزة تلك المجازر لم تكن الأولى للاحتلال بل إنها فصل جديد فالمجازر عمت البشر والحجر وضرب الطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية المنازل والبنايات والمدارس إضافة إلى المستشفيات والمساجد والكنائس والشوارع وحتى مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية فضلاً عن تسوية أحياء كاملة بالأرض وخروج سكانها من تحت الأنقاض محمولين على الأكتاف أو تركوا تحت الأنقاض لنقص طواقم الإنقاذ والإجلاء وكأن كل ذلك لم يكن كافياً فحرم المصابون من العلاج والمرضى من الدواء والجوع من الغذاء والأطفال من أماكن الفرح ويعيش سكان القطاع المحاصر على وقع نقص شديد في مواد التغذية والإعاشة مع غياب الملاجئ وانقطاع الكهرباء ونقص المياه الصالحة للشرب وفقدان المأوى قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدكران إن 141 شهيد و380 مصاب وصلوا إلى المستشفى خلال يوم واحد وأوضح الدكران أن المستشفى لا يمكنه استعاب العدد الكبير من المصابين لفتاً إلى أن المستشفى يعاني نقصاً شديداً في المسازمات الطبية والكوادر وفي اليوم الرابع والأربعين بعد المائتين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفع حصيلة العدوان إلى 36654 شهيداً و83309 مصابين منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتحجير قصري غير مقبولة أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أجرت العديد من اللقاءات والاتصالات المكثفة خلال الساعة الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطع غزة بين حماس وإسرائيل أضف المصدر أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار في القطاع مشيراً إلى أن قيادات حماس أبلغت مصر بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة هذا وأشار المصدر إلى أن مصر قدمت أو قامت بتحركات مكثفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية واستقبلت وفود حركة فتح والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذلك للأصول إلى اتفاق لمقترح وقف إطلاق النار والتي تأتي في إطار التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطع غزة فضلاً عن مناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية وأوضح المصدر أن حركة حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة أفادت مصادر فلسطينية بأن قصفاً جديداً استهدف حي تل السلطان غربي رفح الفلسطينية ما أسفر عن شهداء ومصابين كما أطلقت أليات الاحتلال النار بكثافة صوبة منازل الفلسطينيين شرق مدينة خنيونس جنوب قطاع غزة كما أطلقت تمدفعية الاحتلال قضائفها تجاه منازل المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خنيونس جنوبية قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلى جندي في رفح الفلسطينية خلال اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية ليرتفع العدد المعلن لقتله إلى 646 منذ 7 من أكتوبر الماضي في سيق متصل أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش قرر تخفيض عدد قواته في رفح الفلسطينية وكشفت إذاعة الجيش أنه قرر تخفيض القوات أو قرار تخفيض القوات جاء من خلال مغادرة أحد الألوية وبقاء خمسة ألوية أخرى في المدينة أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك من قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا ودول أخرى بشأن غزة حيث أوضح البيت الأبيض أن الدول تدعم بالكامل التحرك نحو وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح المحتجزين المطروح حاليا والذي أوضحه بايدن في الحدية والثلاثين من شهر مايو ودعى البيان المشترك قادة كل من إسرائيل وحماس لتقديم تنازلات من أجل هذا الاتفاق رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطة بإعلان فرلمان سلوفينيا لاعتراف رسميا بدولة فلسطين أوضحت جامعة الدول العربية في بيان أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب اعتراف عدد من الدول الأوروبية والتي سابق أن اتخذت خطوة مماثلة ليصل بذلك إجمالي الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى نحو 148 دولة مضيفة أن الاعتراف يمثل رقنا رئيسيا من أركان قيام الدولة في القانون الدولي أعلنت إسبانيا عزمها الانضمام إلى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وقال وزير الخارجية الإسبانية خسي مانويل أل باريس أن بلاده ستنضم إلى دعوة الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة بذلك ستكون إسبانيا ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا فضلا عن تشيلي والمكسيك للمزيد معنا المستشار الدكتور محمد مهران عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي دكتور محمد مهران ما الذي يمثله هذا الجهد الكبير الذي يقوم به المجتمع سواء في جامعة الدول العربية أو في المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين وأصبح يمثل العدد الأقصى 148 دولة معترفة أو تعترف بحق الدولة الفلسطينية كل هذه الأمور تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزز من القضية وتؤكد على مشروعية الحقوق وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي نيل دولته وحل الدولتين كما تحدثنا سابقا وبالتأكيد طبعا أعلان إسبانيا انضمامها للدعوة القضائية اللي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاك يعني اتفاقية منع جريمة الإبادة الجامعية هذه طبعا قطوة شجاعة جدا وطبعا نقطة التحول هامة في مطار دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني نشاهد يوميا ممارسات وحشية من قتل وتشريد وقصار وتدمير المنشآت المدنية في قطاع غزة وباقي الأراضي المقتلة يعني لا يمكن وصفها إلا بالإبادة الجامعية والجرام ضد الإنسانية طبعا هذا التدخل بلا شك سيعزز من الحظة القانونية للكانب الفلسطيني ويزيد من فرص صدور حطم من المحكمة يؤكد على انتهاك الكيان الإسرائيلي لهذه الاتفاقية الاتفاقية نصت في المادة الأولى والثانية على ضرورة التزام الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها إهلاك جماعة يعني معينة كما وهي هذه الأوصاف يعني ما يحدث في غزة الآن ينطبق على هذه المادة طبعا يعني إسبانيا بتتهدف للضغط على إسرائيل وهي ليست الدولة الأولى طبعا عندنا تتمنع جريمة الإبادة الجامعية مصادقة عليها أكثر من 152 دولة هناك العديد من الدول التي أعلنت بالفعل انضمامها يعني بعد أسبانيا كان عندنا نيكارجوة وكلومبيا وليبيا وتشيلي والمكسيك ومصر طبعا أعلنت أنها تنضم وليبيا وتركيا وإيرلندا وبلجيكا كل ذلك طبعا يعني يزيد من الزخم الدولي ويدعم القضايا الفلسطينية بشكل واضح ويجب يعني كل الدول دكتور مران لو تأذن لي المجتمع الدولي إشارات كثيرة تشير إلى أنه يتعامل مع هذه القضية بالتحديد بازدواجية واضحة وضوح الشمس للمجتمع الدولي ككل هل هذه المعايير المزدوجة التي يتعامل بها الغرب مع هذه القضية والانحياز الكامل لإسرائيل ضد شعب أعزل وضد الفلسطينيين يعني يمثل يعني ربما إنجاز التعبير هو يمثل انتهاك للقانون الدولي صراحة كيف يمكن البناء سواء في مجتمعنا العربي أو في مجتمعنا الإسلامي على كل ما تقدم في السنوات الأخيرة من إحقاق حق ودور ووجود الفلسطينيين خلينا نتكلم طبعا إحنا واضح الاسدوجية في المعايير وكل بميكالين وأكبر دليل على ذلك ما حدث في الحرب الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية شاهدنا المجتمع الدولي وقالصتنا الدول الأوروبية انتفضت والولايات المتحدة وطلبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرارات ضد يعني الرئيس الروسي كلمانير بوتين وعندما المحكمة حاولت أن تصدر قرار اعتقال شاهدنا ما يحدث من هذه الدول وهي تحاول تعقل عمل المحكمة وتهدد استقلالية القضاء طبعا الدول الآن عليها دور كبير لا نريد فقط يعني الشجب والإدانة والدول العربية أيضا عليها دور كبير كان عندنا مجلس الأمن المفترض أنه له دور كبير هو يعمل على حماية الشرعات الدولية وهو المسؤول عن حماية القانون الدولي وسيادة القانون لكن طبعا فقط دوره لم يعني يمارس دوره بسبب الضغوط الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام حق الجيده دائما وهو ما يقتضي يعني الآن على الدول كل الدول في المجتمع الدولي أو إن كان منظمات دولية كل من لديها آلية يتخذها ضد هذا الكيان الصهيوني لعزله يعني الفصل السابع يعني في نصاك الأمم المتحدة يتحدث عن فرض عقوبات اقتصادية وديبلوماسية هذه الأمور يمكن أن تفرضها الدول بشكل فردي كما حدث في الحرب الأوكرانية فتم فرض العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا الآن نريد ذلك يحدث أيضا على إسرائيل لابد أن يفرض عليها عقوبات كل من لديها أداة يستطيع أن يستطيع وهذا دكتور مهران ما أكدت عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم المستشارة دكتور محمد مهران عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولية شكرا جزيلا لك قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البناز أن رفض إسرائيل حل دولتين سيؤدي إلى عزلتها دوليا أكدت البناز أن الاعتراف بدولة فلسطين أو بدولة فلسطينية إكرار هام بحقوق شعبها ونضاله من أجل الحرية والاستقلال وأشارت إلى أن ما يطلبه الفلسطينيون هو زوال الاحتلال الإسرائيلي واعتماد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي يجب أن تتبعه التزامات على الدول المعترفة بذلك أكدت وكالة بلومبرج نيوز أن وزارة التجارة الكولومبية أوصت بفرض قيود على مبيعات الفحم إلى إسرائيل وأضافت الوكالة أن وزارة التجارة الكولومبية تسعى إلى استصدار قيود على شحنات الفحم من لجنة للتعريفات الجمركية والتجارة الخارجية كانت كلومبيا انضمت إلى قائمة الدول التي اتخذت إجراءات دبلوماسية حاسمة تجاه إسرائيل بعد عضوانها على قطاع غزة حيث أعلن رئيس كلومبيا جوستافو بيترو أن حكومته قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل استدعى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبية جوزيب بارل وزيرة خارجية إسرائيل بعد طلب دول أوروبية فرض عقوبات على تلي أبيب يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك اتصالات مع ألمانيا وإيطاليا وتشيك وآخرين لمنع أي عقوبات أوروبية على إسرائيل أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أكدت على أن العائم في غزة سيعاد تركيبه قريبا لاستقبال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأضافت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي على إصال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن يذكر أن البنتاجون أكد في وقت سابق أنه لم يتم تعليق إسقاط المساعدات عبر الجو وأن العمليات ستستأنف عندما تكون الظروف الجوية والأمنية ملائمة على الأرض ترجمة نانسي قنقر أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف أن 9 من كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول عناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي أضافت اليونساف أن العمليات الإسرائيلية والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي ما ينذر بوقع عواقب كارثية على الأطفال وعلى أسرهم هذا وأكدت المنظمة على أن أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد مما يمثل خطرا يهدد حياتهم بين القوع واليتم يعيش أطفال قطاع غزة ظروفاً مأساوية مع دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع يومه الرابع والأربعين بعد المائتين منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي فمن لم تقتله أهلة الحرب يقتله القوع وسوء الخدمات الصحية والغذائية الموجودة بالقطاع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف قالت إن تسعة من كل عشرة أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي بسبب العمليات الإسرائيلية المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والعقبات التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع مما أدى إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي مما ينذر بعواقب كارسية على الأطفال وأسرهم المنظمة الأممية أكدت أن الأطفال في قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر الماضي يعانون من فقر غذائي حاد مما يعني أنهم يتناولون مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة اليونسيف أكدت أن التأثير المروع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم قدرة الأسر على تلبية احتياجات الأطفال الغذائية تهدد حياة الأطفال في الإصابة بأمراض السوء التغذية يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال إنكار فرض أي قيود على الإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة وألقت باللوم على الأمم المتحدة في بطء توصيل المساعدات مؤكدة أن عملياتها العسكرية غير فعالة على حد غصفها ظهور شبح المجاعة في مناطق بقطاع غزة ووفاة بعض الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف أدى إلى تراجع أقوى حلفاء إسرائيل عن دعم حكومة الاحتلال في حربها على غزة وتحول للضغط عليهم للسماح بدخول المزيد من المساعدات الغذائية والإنسانية هذا وقد تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في وجود 17 ألف طفل فلسطيني منفصلين عن أسرهم فيما يحتاج أكثر من مليون طفل إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي بسبب الضربات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين وفقا لتقارير صادرة عن وزارة الدولة لشؤون الإغاثة في الأراضي المحتلة تتواصل الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار عمل معبر رفح من الجانب المصري وشهد اليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم تأتي الجهود المصرية على رغم من الإجراءات الإسرائيلية التي تضع بعض المعوقات التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية والمزيد يطلعن عليه محمود جميل مرسل التلفزيون المصري أهلا بكم وبكل أستاذ المشاهدين لازلنا نتابع معكم آخر التطورات الإنسانية والميدانية من أمام بوابة معبر رفح البري والجهود المصرية المكثفة لزيادة عدد الشاحنات التي تتجه لقطاع غزة اليوم مصر جهزت أكثر من 200 شاحنة للدخول منفذ كرم أبو سالم ما دخل حتى هذه اللحظة نتحدث عن 50 شاحنة بالإضافة أيضا إلى التطور الجديد اليوم هو دخول شاحنات السولار نتحدث عن 8 شاحنات للسولار لكن مصر تجهز عدد كبير من المساعدات المصطف خلفي أمام بوابة معبر رفح البري وبها عدد كبير من المساعدات سواء كانت الجذائية أو حتى الإمدادات الطبية ولكن قلة العدد الذي يصل إلى منفذ كرم أبو سالم يعود إلى إجراءات التدقيق والمراجعة التي تأخذ وقت طويل من قبل الجانب الإسرائيلي وهنا نقطة هامة وهو رفض الاحتلال الإسرائيلي لبعض الشاحنات وأيضا تكدس بعض الشاحنات الموجودة أمام منفذ كرم أبو سالم وبالأمس رأينا بعض الشاحنات التي عادت محملة بأطنان من الدقيق وبعض الشاحنات المحملة بإمدادات طبية وكأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني بعودة هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات الحيوية التي هو بحاجة إليها إذن مصر لا تتدخر جهدا في تجهيز مزيد من المساعدات الإنسانية لدخولها لقطع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى دعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية باني جانتس رؤساء بلدات شمال إسرائيل إلى مواجهة الأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كما طلب جانتس سكان شمال إسرائيل بالاستعداد لقتال ولأيام أكثر صعوبة يمكن أن تصل بإسرائيل إلى الحرب أعلن الجيش الإسرائيلية مقتل جندي على الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الجندية سقط أثناء القتال بعد إطلاق طائرتين مسيرتين متفجرتين من لبنان في اتجاه بلدة حرفيش في شمال إسرائيل يأتي ذلك وسط حالة من الانقسام السياسي الداخلي في مجلس الحرب إذ يرى الوزيران بمجلس الحرب بيني جانس وجادي آزنكوت أن على إسرائيل أن تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع حماس من أجل تحول إلى الوضع في الشمال فحين اعترد رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو معتبرا أن تحقيق أهداف الحرب في غزة هو الأولوية القصوى وأنه لن يكون من المناسبة تعامل مع الشمال إلا بعد تحقيق أهداف الحرب في الجنوب ذلك وفق ما نقلته هيئة البتة الإسرائيلية تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود أوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله استهدف منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه قصف دام بين حزب الله اللبناني وإسرائيل على طول الحدود في تصعيد جديد للحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي حزب الله اللبناني أعلن استهدافه لموقع الرمسة في تلال كفر الشبى المحتلة بالأسلحة الصاروخية ونجح في تحقيق إصابة مباشرة وقبل ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد عشر شخصا أصيبوا جراء انفجار مسيرة في منطقة حرفيش في القطاع الغربي من الجليل الأعلى وأضافت أن عددا من المصابين جراحهم خضرة وفي الوقت الذي شنت فيه المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدة الخيام وقصفت أيضا محيط بلدات عدة جنوبي لبنان رد حزب الله اللبناني بمسيرة استهدفت جنود إسرائيليين في موقع البغدادي كما هاجم تجمعات للجنود في حرش برعام وموقعي بركة ريشة والمالكية في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للقيام بعملية عسكرية قوية في الشمال وجاءت تصريحاته خلال جولة في كرية شمونة والمناطق الحدودية مع لبنان رفقة عدد من كبار قادة الجيش في القيادة الشمالية وفيما حذرت اليونيفيل من أن الوضع بات مصيرا لقلق قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن مسؤولين رفيع المستوى في القيادة السياسية عاقدوا اجتماعا مغلقا لمناقشة التصعيد في الشمال جدد مجلس السيادة السوداني استنكره وتنديده بانتهكات قوات دعم السريع ضد المدنيين وفي بيان له أكد مجلس السيادة السوداني أن قوات الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بحق المدنيين في قرية ود النورة بولاهية الجزيرة والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء هذا وضع مجلس السيادة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة واستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من قوات دعم السريع إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب انطلقت اليوم انتخابات البرلمان الأوروبي في هولندا والتي تستمر حتى لحد القادم الموافق التاسع من يونيو الجاري في الدول السبعة وعشرين للاتحاد الأوروبي يختار الناخبون سبعمائة وعشرين عضوا بالبرلمان الأوروبي في ستارس بورج بين آلاف من المرشحين من أحزاب اليمين والوسط واليسار وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف تقام هذه الانتخابات الأوروبية كل خمس سنوات ويختلف موعدها بين الدول الاتحاد حيث بدأت اليوم في هولندا والجمعة في آيرلندا والسبت في كل من لاتيفيا وملطا وسوليفاكيا في حين يصوت الناخبون في بقية الدول الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا يوم الأحد القادم اشتركوا في القناة 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 وتستمر انتخابات البرلمان الأوروبي أربعة أيام والتي تعد واحدة من ثلاث هيئات تمثل السلطة التشريعية في دول الاتحاد الأوروبية ويختار ناخبون في الانتخابات الأوروبية والتي تجرى كل خمس سنوات 720 عضوا بالبرلمان بين ألاف من المرشحين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلا تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قد ينشر صواريخ تقليدي على مسافة قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات في عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى وأضاف بوتين أن الغرب مخطئ إذا افترض أن روسيا لن تقدم أبدا على استخدام الأسلحة النووية وصرح أنه لا ينبغي الاستخفاف بالعقيدة النووية للكريملين كما أشار بوتين إلى الفروق بين الصواريخ المختلفة لكنه حذر من أن السماح لكياف بضرب روسيا بأسلحة أكثر قوة هو تصعيد خطير يقر الغرب نحو حرب مع روسيا أعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي دماتري ماذدف أنه من دون روسيا أي صيغ للتفاوض بشعل أوكرانيا غير مغدية أوضح ماذدف أن محاولة الغرب إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو عبر ضخ المال والسلاح لنظام كييف باءت جميعها بالفشل مشيرا إلى أن بوتين سمح لأول مرة بإرسال أسلحة إلى موسكو وإلى مناطق هي في حالة حرب مع الدول التي تزود كييف بالسلاح أعلن الأمين العام لحلف نيتو يانس ستالنبرغ أن الحلف ليس لديه خطط لنشر قوات في أوكرانيا وخلال لقائه رئيس فنلاند أليكساندر ستوب أوضح سلتنبرغ أن الحلف يستبعد حربا حاليا ولا يرى أي تهديد ضد الحلف من جهته أشر رئيس الفنلاندي أنه لا نوايا ولا خطط حاليا لنشر قوات في أوكرانيا قال المستشر الألماني أولف تشولس نابرلين مع الحلفاء الأوروبيين تؤكد على حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية أوضح شارلس أنه يمكن لأوكرانيا استخدام الأسلحة المتقدمة والمقدمة من الدول الغربية وفق الالتزامات الدولية أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الجوية تمكنت من إسقاط 17 طائرة مسيرة من أصل الثمان عشر أطلقتها روسيا في هجوم على أربع مناطق وأسقط الجيش الأوكراني ثمان طائرات مسيرة فوق منطقة ميكولاي في جنوب البلاد كما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية طائرات مسيرة حلقت فوق منطقتين زابوريجيا وخيرسون وأضف الجيش الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت صاروخين فاليستيين من طراز إسكاندر أم لمهاجمة منطقة دينابرو بيتروفسك أحياء الرئيسان الأمريكية جو بايدن والفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندية جاستين ترودو والمستشار الأرماني أولاف تشولز الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي وقد مهد الإنزال الذي نظمه الأمريكيون والبريطانيون ورجال الجنرال لاتشاري لاديغول بسرية تمة للانتصار على دول المحور خلال الحرب العالمية الثانية وقد أشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بروح التضحية التي تحل بها محرر فرنسا مع بدء الاحتفالات أرسل ناشطون كوريون جنوبيون عشر بلونات محملة بمناشير مناهضة لكيم جونغ أون باتجاه مناطق في كوريا الشمالية وفق ما أفادت وكالة يونهاب بعد إرسال بيونج جانج الأسبوع الماضي مئات البلونات التي تحمل أكياس نفايات إلى الجنوب أعلنت كوريا الشمالية أن بلونات النفايات كانت ردا على الناشطين الكوريين الجنوبيين محذرة من أنها ستستأنف إرسالها إذا واصل الجنوبيون حملتهم بإرسال المناشير ذكرت الوكالة وكالة يونهاب أن حركة كوريا الشمالية الحرة المنشقة أعلنت أنها أطلقت مئتي ألف منشور باتجاه كوريا الشمالية في وقت مبكر من الصباح بدأ المسبارة تشانج أيسكس الصينية طريق العودة إلى الأرض بعد رحلة ناجحة تمكن فيها من جميع عينات من الجانب البعيد للقمر هذا وينتظر العلماء حول العالم عودة العينات القمرية لدراستها كون هذا الجانب من القمر لم يتم استكشافه من قبل المسبار الصيني تشانجي ستا يبدأ رحلة عودته من الجانب البعيد للقمر إلى الأرض رحلة عودة تعني أن الصين باتت أقرب إلى أن تصبح أول دولة تعيد عينات من التربة والصخور يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للاختلافات بين المنطقة الأقل استكشافاً والجانب القريب الأكثر شهرة من القمر ويتابع العلماء في جميع أنحاء العالم عودة العينات القمرية إلى الأرض ويأملون أن تساعد التربة التي جمعها المسبار في الإجابة على أسئلة مثل نشأة النظام الشمسي أنطلق شانجي ستا الذي سمي على اسم ربة القمر الصينية الأسطورية في الثالث من مايو من جزيرة هينان جنوبي الصين وهبط المسبار يوم الأحد في موقع لم يسبق استكشافه في الجزء البعيد من القمر الذي لا يواجه الأرض هذه المهمة هي السادسة في برنامج استكشاف القمر شانجي وهو الثاني المصمم لإعادة العينات بعد رحلة شانجي خمسة التي نجحت في جمع عينات من القمر من الجانب المواجه للأرض في ديسمبر من عام 2020 في إنجاز أعادة حفيز الجهود العالمية لإحضار عينات بعد فترة توقف طويلة دامت أربعة وأربعين عاماً ويعد برنامج القمر جزءاً من التنافس المتزايد بين الصين والولايات المتحدة التي لا تزال رائدة في مجال استكشاف الفضاء ودول أخرى بما في ذلك اليابان والهند وقد وضعت الصين محطتها الفضائية الخاصة في المدار وترسل أطقمها بانتظام إلى هناك وتهدف القوة العالمية إلى إرسال إنسان إلى القمر قبل عام 2030 وتخطط الولايات المتحدة لهبوط رواد فضاء على سطح القمر مرة أخرى وذلك لأول مرة منذ أكثر من خمسين عاماً برغم قيام وكالة ناسا بتأجيل التاريخ المستهدف إلى عام 2026 في وقت سابق من هذا العام التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة سيد بريت ماجاركي منصق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً تناول اللقاء منقشة التطورات الإقليمية راهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعيتها الإنسانية بالغة الصعوبة وكذلك الجهود المبذولة في ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة السيد بريت ماجارك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً تناول اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعيتها الإنسانية بالغة الصعوبة كذلك الجهود المبذولة في ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع حضر اللقاء الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة وصل عدد الحجاجة الذين طلقوا العلاق بعيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة والمدينة منورة لنحو 3700 حاج هذا وتم احتجاز 21 حالة بالمستشفيات فضلا عن خروج أربع حالات منها مع تزايد إقبال ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء الفريضة وصلت عيادات البعثة الطبية المصرية عملها على مدار الساعة من خلال كوادرات طبية لتقديم خدمتها العلاجية للحجاج المصرين أينما كانوا بمقر إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة كان الخطة الأولية أننا سنبتدي ب16 عيادة بعدما نزلت اللجنة كل يوم نتفقد الفنادق المقيمين فيها الحجاج نكتشف احتياج أكثر للعيادات باكتشف إقبال أكثر النهاردة حاليا عندنا 21 عيادة كل عيادة شغالة فيها تخصصات مختلفة وعلى مدار 24 ساعة نحن في احتمال عيادتين أو تلاتة تنين يتم فتحهم بجانب التوعية المستمرة اللي بتتعامل للحجاج والتوعية الوقائية دي أنا شايف أنها من أهم الأزرع لأنه ده بيساعد الحج أنه يقلل نسبة أن مرضو نحن فيه إقبال شديد حاليا إحنا قربنا نوصل لألفين حالة وإحنا لسه في البداية قربنا نوصل لألفين حالة كشف أغلب الحالات الموجودة حاجات لها علاقة بالالتهابات الصدرية حاجات لها علاقة بالتهابات المفاصل نتيجة للمشي فترات طويلة يعني عندنا مجموعة من حالات الأورام الحمد لله تحولت على المستشفيات رعينا وضعية يعني أهلينا مرضى الفشل الكلوي والحمد لله في تنسيق كويس أو مع الجهات السعودية في الكلام ده النهاردة كان عندنا اجتماع في وزارة الصحة السعودية عشان التنسيق الكامل لتحويل الحالات وبدور العبادة بمقر إقامتهم لتوفير الأجواء المناخية وصبل الراحة والأمان خلال أدائهم الفريضة إن احنا مثلا بنبه عليهم إنهم ما يتعرضوش لأشعة الشمس المباشرة من غير ما يكون معهم شمسية أو كاب يحميهم قد ما يقدروا من أشعة الشمس يشربوا سوايل كتير ومية علشان تعوضهم عن الفقد اللي بيحصل لهم نتيجة العرق من الحر ممكن كمان بنأكد قوي على موضوع مرض السكر إنهم ما يمشوش حفين إطلاقا من غير حاجة في رجلهم كمان بنأكد على موضوع الأكل إنهم ما يخزنوش الأكل بكميات كبيرة لأن التلاجات هنا كمساحتها صغيرة عدد الناس في القوة بتبقى إلى حد كبير مش هتستوعب كل ده فتخزين الأكل ما فيش ضرورة ليه لأنهم بالفعل الأكل متواجدوا بكميات كبيرة تخزين الأكل ده ممكن يودينا مشاكل إيه ممكن يودينا أنه لا يقدر الله يعمل نزلات معاوية قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما قدم لهم من خدمات علاجية على مدار الساعة أشكي من تعب مرئ في المعدة وجيت هنا عشان أكشفوا ويدوني العلاج اللي يريح أمو معي بالواجب وكشف علي وعطني العلاج اللي أنا محتاجة المعدة تازة تازة كلها خير كلها ما شاء الله عليك البيعصة الطبيعة كلها زي الفل مع تزايد أعداد ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين على مكة المكرمة تتزايد معها حالة الاستنفار القصوى من قبل أعضاء البيعصة الطبية فهم في تواصل ليلة بالنهار لتوفير الأجواء الروحانية لتلك الرحلة المقدسة من مكة المكرمة محمد حلمي التلفزيون المصري يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم على استاذ القاهرة الدولي تأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الأولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسط حالة من التفاؤل التي تسود لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أنهى المنتخب بقيادة كابتن حسام حسن استعداداته لمواجهة منتخب بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء الخميس على استاذ القاهرة الدولية حالة البدنية والفنية بالنسبة في الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه التجمع واللي احنا جمعنا فيه تجمع عام 28 ثم بدأنا التمهين 29 وكان آخر لاعب جاء كان محمد صلاح فالحمد لله الأمور ما شكله أنا راضي عنه جدا الميرانو الأخير لفريق الفراعنة كان يتسم بالجدية والتركيز لحصد النقاط الثلاث ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 كان منتخب مصر قد خاض ضد بوركينا فاسو سبع مباريات لم يطلق فيها أي هزيمة حيث حقق الفوز في خمس لقاءات وتعادل في مبارتين ما يعزز فرص المنتخب في الفوز لإسعاد الملايين من عشاق الساحرة المستديرة أحمد الحسيني التلفزيون المصري أمنيتنا ودعواتنا جموع الشعب المصري لمؤاذرة المنتخب المصري لكرة القدم في مباراة الليلة بهذا مشاهدين الكرام نقوم قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى التذكير بأهم وأبرز العنوان عشرات الشهداء والمصابين في قصف للاحتلال الإسرائيلي سهدف مدرسة تابعة لأونروا بمخيم النصيرات وسط قطع غزة إسبانيا تعلن عزمها الانضمام لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل من هولندا انتلقوا انتخابات البرلمان الأوروبية لاختيار 720 عضوا في البرلمان وصلنا مع حضراتكم إلى ختم نشرة الثالثة شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر